اشهد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل بالخطوات الرائدة لشركة بابكول التكرير في مجال تطوير قطاع الطاقة وخلال زيارته لشركة بابكول التطوير اطلع حميدان على تجربة الشركة في استقطاب العمالة الوطنية واثنيا على تجربتها الرائدة في الاعتماد على العمالة الوطنية بفضل كفاءتها المهنية في إدارة وتشغيل مختلف عمليات الانتاج إلى جانب تميز الشركة في استدامة سياسة التدريب والتأهيل المهني للموارد البشرية البحرينية وأكد وزير العمل أن الاعتماد على العنصر الوطني يعد مكسبا للشركة لفتان إلى أنه بفضل سياسة الحكومة في التدريب المهني النوعي للمواطنين فإن وزارة العمل وبالتعاون مع صندوق العمل تمكين مستمرة في إعداد الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها بهدف إدماجها في مختلف القطاعات الانتاجية